اشتركوا في القناة 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 يجب أن تحرق الطماطيش يجب أن تحرق الطماطيش لتعطي لكم نتيجة بعد أخذ هذه الطماطيش سأخذها بشكل مليح لتعطي لكم لا تحرق الطماطيش نضع ششة الملح ثم نضع الملح ثم نضع أختيار ثم نضع أختيار ثم نضع أخذها لنضع أخذ هذه الطماطيش أخذها ثم نضع أخذها لنحضر الملح لنجد أن تكون بردة ونجأة سلصة خفيفة ونضع أخذها ثم نضع أخذها ونحرق أخذها ونجد أن نرى ثم نضع أخذها لنجم حمراء نجم إليك الحمراء نضع أخذها بطريقة سهلة اول حاجة رح نبدأ بالبطاطا نغطسها كامل في هذه الاساس شوفوا اللاصش اللحل راح تشاهيم عندي اما نقول لك راح نزيد ونستفادوك الحبيبات على المرقز يعني كل حاجة راح طيب نزيدوها ذوك الشارع احتها الدجاج الطابق تعنا هنا راح وجد اعلينا غير نعود ونحطوه فوق النار يعني نغطوه نزيد ونخلوه يتجمر هكذا شوية يشرب هذه الاساس ما عندي اما نقول لك شوفوا اللاصش اللحل راح تشاهيم عن هذه المرقز البطاطا يعني طابق بالزاف هاي نتمنى منكم كامل تجربوه هنا راح نخلوه يتجمر غير بعقلوه توجر تعرفوا باللي طاجين تعال في الخارجة تسخانة يعني طفوله قبل ما تنشف هذه الاساساس كامل مع الاخر شيشة هكذا تعلمها دمسماشي بالعاني الطابق تعنا راح وجد انطفي عليه ونجو نشوفوه في النتيجة النهائية على بركة الله اذا كما راح كنت شوفوه خوطي خياتي العزاز نوصلنا للنتيجة النهائية الطابق تعنا تعاليوم كان بسيط سهل خفيف لا يتقدروا الدل والعشاء ولا الفطر وتمتعوا الاطفال تاكم والعيلة تاكم هذا هو طابق تعاليوم حكم دحمان وسمي قال يقول لكم خير وقال على خير وتهل الله خير وحتكم الى اللقاء مع وصفات جديدة السلام